بالأمس القريب، تعترض المملكة العربية السعودية صاروخاً باليستياً متجهاً للكعبة المشرفة من قبل الحثيين في عودة جديدة وفاشلة لجيش أبرها، ولكن يبقى السؤال، ماذا عن أبرهة فلسطين الذي شارف على هدم قبلة المسلمين الأولى وأحدى عظم المقدسات لديهم؟ أبرهة فلسطين اليوم مختلف عن أبرهة مكة والذي قارب على الانتهاء من هدم القبلة الأولى، كما تشير الدراسات والأخبار الواردة من هناك، فمع الدعوة التي أطلقتها سلطة الآثار الإسرائيلية التي تقضي بإلزام كل الشباب اليهود أن يشاركوا بالحفريات أسفل المسجد الأقصى قبل التجنيد. مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد حموري أكد أن الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى الذي يقع وسط مدينة القدس المحتلة مستمرة، حيث أصبحت المدينة التي يؤسسها الاحتلال تحت البلدة القديمة والمسجد الأقصى جاهزة، مؤكداً أن علامات الانهيار تزداد وضوحاً في الفترة الأخيرة، حيث بدأت الأشجار الضخمة في الأقصى ومحيطه بالتساقط، والتشققات الكبيرة في شوارع البلدة القديمة وجدران منازلها بدت واضحة خصوصاً في منطقة سلوان الملاسقة للمسجد، وحيث أن أهل القدس يسمعون أعمال الحفريات والبناء تحت الأقصى والبلدة القديمة بشكل يومي، في حين يستمر العمل في منطقة سلوان وباب المغاربة رغم قرار اليونسكو الأخير الذي طالب إسرائيل بوقف العمل لإحداث تغييرات في هذه المناطق، أما إسرائيل فهي غير آبهة بما ورد في قرارات اليونسكو حول الأقصى ومحيطه، لا سيما وأن القرارات لا يترتب عليها أي إجراءات عقابية. اشتركوا في القناة